وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعدم المساس بذلك وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فدان قال عبداللهيان إن إيران تشجع انتهاج سبيل الحوار والديبلوماسية بين تركيا والنظام السوري نثمن المواقف البناءة لتركيا في مجال الحدود مع سوريا وعودة اللاجئين ونؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة إراضيها وعدم المساس بذلك من جهته شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة التعاون بين طهران وأنقرة في محاربة ما وصفها بتنظيمات الإرهابية في المناطق الحدودية مع سوريا تبادلنا وجهات النظر مع الجانب الإيراني في مكافحة تنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم بيكيكي الإرهابي وهذه هي الخطوط الحمراء بالنسبة إلى الجمهورية التركية وأعتقد أنها كذلك للجمهورية الإسلامية